إلى القصر الجمهوري في بعبدة تتجه الأنظار في لبنان ترقب للقاء على قدر من الأهمية سيجمع الرئيسين ميشيل عون ومصطفى أديب فالرئيس المكلف يتكئ إلى دعم داخلي وخارجي قد يسمح له بتقديم تشكيلة حكومية إن ظلت بعض القوى على موقفها بشأن بعض الحقائب ولا سيما السيادية منها ذلك كله يترافق مع أجواء سلبية تحيط بملف التأليف ولا سيما بعد إصرار بعض الأحزاب على التمسك بحقائب معينة وذلك عملا بالأعراف التي جرى تكريسها في السنوات الأخيرة الاعتزار الرئيس المكلف منه واقعي لأنه يكلفوا للرئيس مصطفى أديب يكلفوا بأنه على أساس أنه يؤلف حكومة انطلاء من تفاهم عام بعد زيارة الرئيس ماكرون طبعا اليوم فيه شوية صعوبات عم بتصير بس بعدنا نضمن مهلة الأسبوعين اللي نحكي عنها أجواء سلبية بشأن عدم استمرار أديب في مهمة التأليف جرى تداولها في بيروت بيد أن الرئيس المكلف ليس في وارد الاعتدار كما أكدت أوصاته للميادين ولفتت إلى انكبابه على إعداد صيغة حكومية لتقديمها إلى الرئيس عون في الأيام المقبلة هاي البلد هو بحكم تركيبه في سيف السرئية الطائفية ما بيقدر يأخذ موقف متشدد تجاه أي مجموعة حزبية اللي هي عمليا طائفية لأنه هذا يؤدي إلى بأحسن الأحوال تجميد الحال على ما هو عليه وأسوأ الأحوال هو الدخول بأزمة قد لا تبقى في الإطار السلمي أما حصيلة زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى فرنسا فكانت محط نقاش بين إبراهيم وعون ولسيما أن باريس أعادت التذكير بضرورة تأليف حكومة إنقاذ في لبنان لا مهلة محددة لإعلان ولادة الحكومة اللبنانية لا اعتذار للرئيس المكلف مصطفى أديب هي المعادلة الأكثر رواجا لدى بعض القوى السياسية الأساسية في البلاد في انتظار تأليف حكومة الإنقاذ كما سماها الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون عباس صباق بيروت الميادين